فضيلة الشيخ في الحديث نفي لوجود إله مع الله كيف نجمع بينه وبين الآية الكريمة فما أغنت عنهم آلهتهم نعم ما بينهما تعارض لأن الإله الحق هو الله وما عداه فهي آلهة باطلة معبودة بالباطل هذا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله فدل على أن هناك معبودات غير حق وأنها باطلة نعم